يبدو ان الدول بدأت تنتقد نفسها بعدما اتفقت سابقا وقبل عشر سنوات على تدميرها بحجة المساعدة كونها استغلت ثورة شعب اراد الحرية والعيش الكريم ولكن السياسة سيطرت على المشهد وجعلت من ليبيا ملعبا كبيرا تتحارب فيه الدول لمن يبسط سيطرته على الثروات ليبيا بلد غني بل الاغنى تقرير نشرته صحيفة مالطا اندبندنت تتحدث فيه عن اللامبالات الدولية بشأن الدمار الذي لحق بالدولة الليبية عام 2011 وكيف ينظر المجتمع الدولي الى ليبيا على انها ساحة ازمة جيوسياسية وفرصة لعقود مربحة فيما يراها الليبيون موطنهم المحطم على يد تدخل عسكري اجنبي لحلف الناتو قاده الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما ودمر به ليبيا اوباما لم يضع خطة محكمة لاعادة بنائها مثل ما كان يلقي في خطباته بل حول ليبيا الى جمرة حامية واصبح ثلث الليبيين يعيشون تحت خط الفقرة بينما يعيش الثلث الاخر كالمتشردين في ظل وجود الالاف من المنازل المدمرة والنقص المستمر لامدادات المياه والكهرباء والوقود التقرير طالب العالم بمساعدة الليبيين في اعادة بناء بلادهم وتعزيز اقتصادها لكونها واحدة من اغنى الدول شريطة عدم التدخل في شؤون البلاد وفرض حلول لازمتها قد تتسبب بخلق مزيد من المشاكل هي في غناء عنها التقرير صرح ان الليبيين اتهموا بعض الدول بالسعي لابقاء ليبيا في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بسبب ثرواتها الكبيرة فيما ستتمثل اول خطوة لاعادة البناء وتعزيز الشراكة لادارة شؤون البلاد في اجراء الانتخابات الرئاسية وتشريعية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وعدم تحقق هذه الخطوة يعني غياب السلطة الشرعية في ليبيا وبالمجمل تصعيب الامور واستحالة توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والمالية ما يعني غياب الاستقرار عن الاوضاع العامة في البلاد وان الخطوة الاخرى المهمة تتمثل في انسحاب المرتزقة باشراف اممي للتيقن من تحققها وعدم تصديرهم لدول اخرى فضلا عن مواجهة كل طرف داخلي او خارجي ليس من مصلحته اخراج ليبيا من ازمتها التي تتطلب ايضا التوجه للطاقات البديلة اذا فالدول التي كانت تستطر تحت غطاء صنع التغيير ومساعدة الشعب رغم الصراعات الدائرة تحت الطاولة انذاك نراها اليوم تنشر تقارير في صحف عالمية وتتصارع كأن الحرب على تقاسم الثروة بات علنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر